دكتور في أي الحالات تساعد الجراحة على علاج الشخير علاج الشخير والعلاج الجراحي لا يجب أن يكون أول طرق العلاج ولكن هناك طرق كثيرة جراحية لعلاج الشخير منها مثلا تصحيح وطيرة الأنف كي اللحمية في الأنف علاج الحنك الأمامي واللسان الحلق وهناك أدت طرق علاجية أخرى تتماشى مع درجة شدة الشخير يعني العملية حسب تتبع حالة المريض إذا كان عنده انحراف وطيرة فستكون العملية تصحيح هذا الانحراف وإذا كان التضخم في اللحمية نكوية اللحمية يعني الهدف هو توسعة المجاري أو التنفسية العلوية هذا هو سبب الأصلي ولكن هناك عدة عمليات أخرى منها مثلا شد الحنكين الأماميين وتصغير لسان الحلق أو إزالة لسان الحق كذلك إزالة اللواز كل هذه درجات عمليات من وطيرة تصحيح وطيرة الأنف إلى إزالة اللواز ولكن إذا عمل المريض كل هذه ليس لديه مشكلة مثلا في انحراف إلى ماذا يلجأ؟ طبعا هذا الحل الجراحي ليس الحل الوحيد الذي يؤدي إلى نتيجة جيدة نتيجة جيدة تأتي عندما يرادف الإنسان الحل الجراحي زائد اتباع نصائح الطبيب مثل تخفيف الوزن مثل نوم الصحيح مثل علاج الحساسية إذا كانت أولاك علاءة حساسية وأسباب أخرى يعني يجب أن يكون هناك مرادف للعملية أو بعد إجراء العملية نصائح أخرى يجب أن يوجه الطبيب للمريض حتى يتم هناك أيضا وسائد خاصة وهناك لاسقات للأنف هل تساعد فعلا هذه؟ تساعد ولكن مؤقتا يعني تساعد بعض الشيء وعند الشخير الخفيف ولكن إذا كان هناك شخير شديد وانقطاع وانحباس في التنفس في بعض الأعين يصل حباس التنفس إلى مئة مرة في الليلة هذا لا يساعد لا لاسقات ولا العمليات حتى في اللسان وربط اللسان وفك وهل توصلت الأبحاث حديثا إلى وسائل جديدة فعلا لحل هذه المشكلة؟ طبعا في هناك شركات كبيرة كثيرة جدا يعني كل سنة تخرج طريقة لكي وشد التراهل الذي يحدث في الحلق من الراديو تيرابي فريكوينس تيرابي لا الأبلاتسيو لا الإلكترو كاوكوليشن للليزر كل هذه طرق خفيفة يعني تجرى العمليات معظمها في التخدير الموضعي ولكن أنا أحبذ الكلاسيكي العملية الكلاسيكية وهي عملية تصحيح الواتيرة كي اللحمية وإزالة اللوزيتان وشد الغشاء المخاطل للحلق شكرا لك دكتور لحضورك معنا شكرا لكم شكرا